اهلا بكم اعلنت القيادة المركزية الامريكية تدمير طائرة وزورق مسيرين واطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وذكرت في بيان ان طائرة تابعة للتحالف دمرت طائرة مسيرة وزورقا مسيرا دون الابلاغ عن وقوع اي اصابات او اضرار في السفن الامريكية او سفن التحالف ومنذ مطلع العام الجاري شنو تحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول انها تستهدف مواقع الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتهم في البحر الاحمر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ان احدى السفن المبحرة جنوب شرقية ميناء نشطون بالمهرة تبادلت اطلاق النار مع مسلحين اقتربوا منها على متن قارب صغير واضافت الهيئة في بيان انها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 102 اميال بحرية جنوب شرقية ميناء نشطون وقالت ان القبطان ابلغها عن اقتراب قارب صغير من السفينة حيث تبادل فريقها الامن واطلاق النار مع من كانوا على متن القارب واوضحت ان ذلك اجبر المسلحين على مغادرة المنطقة دون تحديد هويتهم مشيرة الى سلامة السفينة وطاقمها ولم تحدد الهيئة البريطانية الجهة المالكة للسفينة كما لم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني احمد بن مبارك مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان جهود احلال السلام في اليمن وكذا لقاء اليمني السعودي الذي عقد في الرياض اهمية دعم مساعي استكمال وتنفيذ خارطة الطريق اليمنية للسلام وبحسب وكالة سباء رسمية فان الطرفين ناقشا افاق الحل السياسي في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي بالبحر الاحمر واجدد خالد بن سلمان استمرار الدعم السعودي لامن واستقرار اليمن ووقوف بلاده الى جانب الحكومة اليمنية في كافة المجالات الى اب حيث كشفت مصادر طبية عن تفشل واسع لامراض الكوليرا في مختلف مديريات المحافظة وبحسب المصادر تستقبل مشافي المحافظة اعدادا كبيرة من المرضى بالاسهالات المائية منذ اسابيع ويأتي هذا الانتشار في ظل انهيال القطاع الصحي وسط تفشل عديد من الامراض وخاصة اوساط الاطفال مع دخول الحرب في غزة يومها السابع وستين بعد المئة واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عمليات القصف والمجازر في مناطق متفرقة من القطاع ارتكب الاحتلال سبع مجازر خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها نحو خمسة وستين شهيدا واثنين وتسعين جريحة فيما لا يزال هناك اشخاص تحت انقاض منازلهم المدمرة وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة القصف الاسرائيلي الى واحد وثلاثين الفا وتسعمية وثمانية وثمانين قتيلا واربعة وسبعين الفا ومائة وثمانية وثمانين مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي هاتو الموجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة